موسيقى 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 ربنا نبيني في اخر لحظة ان انا ماشي غلط اعمل ايه اكابر واستمر في اللي انا فيه ولا ارجع عن الغلط ايه يا دكتور يا احنا نهدي كل اللي بانيناه عشان حضرتك اتشايمتي فجأة وهرتك انقبض طيب ما تصلي عن نبي كده يا دكتور بيه قرن الحكاية كلتها ايه خطوة ولا خطوتين وكله هيبقى زي الفل ويا صابت يا شت يا سامي احنا بننصب على واحد غلبان بالسحر والعزايم والبلاء والزرقة دي ولو كملنا في السكة دي انا متأكد ان ربنا حينتقم مني وحتقلب سواد على دماغي وعلى دماغ كنتو كمان الله ما تفهم بقى يا اخي يا ابني الجدع اللي معاكو ده جدع غلبان وعبيض ومش حيوصلنا لحاجة مش في واحد تاني معاه في القضية الله مش يمكن يكون هو اللي عملها انتو ايه يعني عجبتكو اللعبة دي خلاص استحلتوها طيب كملوا انتو بقى وانا بقول قدام ربنا من الساعة دي انا مليش اي علاقة باللي بيحصل ده وبريق منه امين يا رب نقرأ الفتحة دا يا مولاني لا البكة على راسي الميت يا ساعد هنجرى الفتحة قبل ما يحصل المراد بإذن رب العباد وتظهر الامانة قدامنا كلنا وساعتها يتبجلك عندي امتحان اخير نجحت ورفعت راسي هديك هدية ما كنتش نحلة بيه اما بقى لو ما نجحتش وخيبت امل تاني هنجح هنجح بقون الله عشان رفك يا مولاني على بركة الله اطلع النهار ونقصد باب كريم ايه؟ بتقول الدكتور سليمان؟ انت بتتكلم بجد يا بيضة ولا بتهصل على الصبح ما انا عارفاك؟ والمسحف الشريف هو انا لسه شايفية حالة قدام الأسانسية انا اروح بقى اشوف الناس اللي كانت جاية تحكز من طرف الدكتور حمد اروح الو ايوة يا سعيد بقولك ايه؟ مين الناس اللي كنت عايز تدخلهم قلبه والشرين في العادة الخارجية؟ ثلاث حالات؟ طب بص اديني قسميهم بسرعة او او طيب اتسل بيهم في بيوتهم وابعت هاتهم لي في اقل من ساعة ايه؟ استشاري مين يا حبيبي؟ ده الدكتور سليمان العريني بنفسه؟ ايوة طبعا انا افضل طبعا انا وده اللي حفضل اقوله لنفسي لحد منوجه طبعا انا المسؤول عن اي عياني دور عليا وما يلاقينيش هادي الحقيقة او بقى نقول لنفسنا مبررات واعذار اصل ظروفنا اصل مشاكلنا اصل مش عارف ايه؟ بس دي مش مشاكل عادية يا دكتور بانت الله يكون فعونك من اللي انت فيه دلوقتي انا اصلا مش متصورة عن حضرتك في الظروف العادية بتلاقي وقت تمر على المستشفيات دي كلها بس دي مش موسيما بربنا النهار دي عليها ساعة الباشا ازاك عم براييم ازايك وزاي عيالك بسلموا عليك ووسق ديك يا ساعة الباشا يا عم انا عايز ووسق ديك انت خلي بالك او من عيالك ابراييم خلي بالك منهم الدنيا وحشة او ابراييم وحشة او بقى صعب ان الواحد مننا يحن اعاله من الشر اللي بقى موجود ف الدنيا سلاة يا مهيم ازايك يا ساعة الباشا يا ريس او حفر مش سادي فيه صخ رجام ده ما عصنا جمعه يبقى بده وغلط انا قلت سبعة متر من اول العلمة السودة في اتجاه الناحية الشرجية ومستحيل يكون في صخرة في الزوال ان اقلت عليها ديك هو نعمة وليه يا رجل انت بطل باك يا شباب انت زي الخصانة او رب انا اطمنك اغطط لبسيك بتبتاخد البلافكس بالك ادي يا عم صافي من حوالي شهرين كده يا دكتور ياه كتير اه يا بنتي ده اغاني عليكم او الله يا دكتور بس هنعمل ايه مساعد دكتور التأمين ما قال هو دكتور التأمين ده خاسس عليه حاجة وياريتهم بيصرفوا للناس اللي هما بيكتبوه انا كتبتلكم على حاجة ارخص واحسن بكتير قاتي معاك لو شبت الاسبوع الجاي علشان ما يخبش منك تسكراتي ايه ده يا كريمك ولا يا حجك يا كابل انو دكتور امين يا رب تبنعي بقى المسبك والدهون وشغل الحلل ده ولو شرب سجارة واحدة تبقي لا بنتك ولا عرفك يا جماعة كل واحد هيدخل في دوره كما لو كان الدكتور بيتأخر في الكشف كنتو عملتو في ايه يلا يا بنتي انا مش قادر اخد نفسي وطعبانة قوي هانيت يا حجة قدامك اتنين بس مفيش غيرهم يلا يا عم حسين اتفضل ازيك يا سماح؟ ازيك يا دكتور استأذن حضرتك بس قدينه خبر معلش انا اسفل اعمل ايه طبعه كده مفيش مشكلة مفيش مشكلة خدي راحتك اتفضل اتفضل الدكتور خيري النايب جديد كان مكلمني على حلة وعيز يستأذن حضرتك يعني اوه لا خلي اتفضل اتفضل يا دكتور شكرا دكتور السلمان ازي حضرتك دكتور خيري عثمان نايب المدير اهلا وسلم معلش يا دكتور هنتعبك الاستاذ حامل نسيبي والمدام بتاعتم بتاعبانة وبقالها اسبوع بطول على حضرتك لا الف سلامة من عناية لا حاضر انا بس هستأذنكم دقيقة واحدة طبعا محسين استراح شوي انا جيلك على طول دكتور ممكن هستأذن حضرتك دقيقة بالزبط يعني في امانة ضروري جدا توصلها للسيد طبع طبعا تفضل تفضل اعرف حديدك انا سعيد جدا انو كان يبسي اشوفك من زمان وفاة والله مش اكتر مني ايه يا دكتور ايه ايه يا باب ايه ايه انت خلت فيها دكتورة سيادك اللي بدعمله ده شغل سواعين دكتورك انا مش فهم حاجة في ايه هو مش حضرتك برضو اللي رفعت سعر التذكرة الاقتصادي من خمسة جنيه ونص لعشرين جنيه ايوه انا بس ده كان عشان ايوه عشان ايه بقى؟ اسرح لي عشان ايه؟ علشان تطور مستوى العيادات الخارجية بتاعتكم اللي زي البلا اللي حاله يصعب على الكافر دي ولا علشان تتعقد مع عساد زبار والقسمة اصلا ما دخلوش استشاري واحد بقالو شهرين ونص وفي الاخر حضرتك ايبلي ناسايبك تتمنظر قدامهم واتدوس بيهم على رقبة الناس اللي مرزوها مستنية من صلاحية ربنا لا 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 ات مشاكل دكتور لانت اركت مجنون قولها قولها متكسفش يا رب مجنون ايوه قول مجنون تسعين واحد قبل حضرتك قالو هالي عارف ليه؟ قول عارف ليه علشان العائل عندكو هو اللي صاهر ويميل ويشوف مصلحته ويدوس على الناس ويتجرف ابراده ولما يشوف الظلم ام عليه يحط الو